اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم الله من أعادها ثانية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على حب فاطمة الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجع أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليك يا موضايا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا صافع البرهان السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته ورد في زيارة آل ياسين العظيمة إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودين إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك بأجل تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله موضوع المداخلة في هذه الليلة المباركة المزينة بحقيقة شهر شعبان المعظم وروح شهر شعبان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لكل خير في هذا الشهر العظيم طيب موضوع المداخلة إن شاء الله هو مواصلة لشرح زيارة آل ياسينة الذي بدأناها منذ بداية هذا البنامج في الفورتال يعني منذ تقريبا آآ عشرة أيام أكثر أو أقل شيء يعني منذ بداية مسألة الحجر الصحي في هذا البلد سائلين المولى عز وجل أن يفرج كرب الإنسانية جمعاء ويعجل في فرج وليه طيب قلنا بإذن الله تعالى إن شاء الله البرنامج آآ يعني المحاضرة هي حول عبارة يعني العبارة التي بدأناها أمس السلام عليك في أطراف ليلك وآناء نهارك بمعنى أننا نحاول أن نبحث كيفية الارتباط نحو العلاقة التي الموجودة بين المعصوم وبين الزمان بين صاحب العصر عز وجل الله تعالى فرجه الشريف وبين مسألة الليل والنهار لأنه كما تمت الإشارة أن زيارة آل ياسين توجد فيها فقرة أخرى نخاطب من خلالها صاحب العصر عز وجل الله تعالى فرجه الشريف بقولنا يعني حسب عبارة في زيارة آل ياسين السلام عليك في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى فهو زمان يعني هذا الزمان الأورفي الذي نعيشه نسلم على صاحب العصر ضمن ذلك الزمان ولكن العبارة التي نحن بسبب التمعن في حقائقها وأطوارها في هذه العبارة التي تربط بين آناء الليل بين أطراف النهار وشخص صاحب العصر بمعنى تنسب آناء الليل لشخص صاحب العصر تنسب أطراف النهار لشخص صاحب العصر يعني السلام السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك يعني اطراف لشخص صاحب العصر خيط قبل إن شاء الله أن نوصل الزحف لا دأس في بعض الثواني أن نذكر بما مرت الحصة الماضية والحصة التي قتلها يعني منذاج التبرد أولا والثانية تنزون عند رغبة بعض الأصدقاء في ذكر العنوين العامة التي مرت حتى يمكنهم متابعتنا فيما ذقيا من حصص وخاصة في هذه الحصة وبارك الله في أستاذنا العزيز الذي هو في بداية هذا المجلس المبارك قبل كتب ووضع خلاصة للحصة الماضية لكن بشكل عام نقول أنه مرت معنا الإشارة إلى حقيقة الزيارة بمعناها العام وقلنا أن الزيارة فيما تعني يعني في معاجر اللغة العربية هي القصد والإعراض وزيارات الأيمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الزيارات هي من ذلك فعلي وإتياني وتحقيق ذلك الإعراض وذلك القصد في ذات الإنسان بمعنى أن الزيارة يعني أن الإنسان يعرض عن عالم الدنيا ويقصد الآخرة يعرض عن غير المعصوم ويقصد المعصوم وقلنا أن هذا الإعراض والقصد بمعنى أن الإنسان يغادر عالم الدنيا والنسب التي تربطه بعالم الدنيا ويتوجه إلى عالم الآخرة ويحقق ويوجد في ذاته النسب التي تربطه بعالم الآخرة بمعنى أن الزيارة هي حالة وسطح حالة برزخية بين أمرين بين ذلك الأمر الذي أعرضنا عنه الذي هو الدنيا والمتمثل في غير المعصوم التي هي الدنيا والتي تنتهل في غير المعصوم هذا القسم الأول الذي أعرضنا عنه نحن موجودين بين هذا الشق الأول الذي أعرضنا عنه وأيضا بين شقم ثاني نصب للوصول إليه ونقصده ألا وهو الإمام ألا وهو عالم النور ألا وهو حقيقة الآخر فنحن موجودون من خلال الزيارة ومن خلال ما نحققه من معاين الزيارة في ذواتنا فنحن موجودون في حالة وسطى برزخية بينما أعرضنا عنه وبينما نقصده وقلنا أن هذه الحالة الوسطى البرزخية هي حقيقة الانتظار الذي يعيشه الإنسان الانتظار بمعنى انتظار ظهور صاحب العصر انتظار ظهور دولة صاحب العصر انتظار الدخول في دولة صاحب العصر يعني نحن قصدنا هذه الدولة وننتظر الدخول إليها إذن فالزيارة في جوهرها في روحها تحقق فعل الانتظار ببهي حقيقة ذلك الانتظار وأيضا قلنا أن هذا الانتظار لا يعني أن الإنسان يبقى مكتوب الأيدي بل أن هذا الانتظار بما يعنيه من إعراض وقصد إذا يتحقق الإعراض عن الدنيا ويتحقق القصد الحقيقي للآخر القصد الحقيقي لصاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف فعندها سندخل في مرحلة الانتظار لأن الانتظار ليس زمان يعيشه جميع الناس بل أن الانتظار من أفضل العباد بل في بعض الرواية أن أفضل العبادات هو انتظار الفرج بمعنى أنه هو أمر يحققه الإنسان يوجده الإنسان بمعنى أن هذا الانتظار هو فئل الزيارة التي تدخلنا في عالم المنتظرين لظهور الإمام المهدي وقلنا أن الدخول في عالم المنتظرين في مرحلة الانتظار يعني الدخول في مرحلة في حالة في وضع في مقام يسمى بمقام الحضور ما معنى الحضور؟ قلنا أن غيبة الصاحب العصر وظهور الصاحب العصر الغيبة والظهور ليست مفهومين متقابلين في اللغة العربية الغيبة لا تقابل الظهور الغيبة تقابل ماذا؟ الحضور إذن أولا بين الغيبة والظهور عندنا مرحلة تسمى الحضور الزيارة رضيكم السلام ورحمة الله الزيارة ماذا تعني؟ الزيارة يعني الدخول في عالم الانتظار يعني تحقيق الحضور في والتهيئ والاستعداد لظهور صاحب العصر الحضور تعبر عنه الزيارة من خلال الخطاب المباشر السلام عليك يا صاحب العصر السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا دائي الله هذا الخطاب المباشر هو التعبير الحقيقي عن حالة الحضور التي تدخلنا فيها الزيارة بشكل عام وأهمية زيارة آل ياسين على نحو خاص كما مرت الإشارة إليه قلنا أن الزيارات هي التقرب إلى الله عز وجل من خلال أسماء وقلنا أن أسماء الله لها مراتب عندنا أمهات الأسماء وعندنا مظهر الإسم الجامع الذي هو لفظ الجلالة المقدس الله لفظ الجلالة المقدس الله الذي هو أساس الأسماء هو الإسم الجامع يعني كل الأسماء الإلهية الحسنة ترجع إلى لفظ الجلالة المقدس إذن فعندنا نخاطب ونتوسل إلى الذات الإلهية المقدسة بإسم الله فإن ذلك أعلى توسد يقوم به الإنسان مظهر الإسم الجامع في عالمنا هو نور الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله فإندما نتوسل بالرسول صلى الله عليه وآله أو نخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وبه نتقرب إلى الله فنحن في أعلى درجات زيارة آل ياسين في أعلى درجات التوسل والقرب من الله عز وجل لأنها وعليكم السلام ورحمة الله السلام العزيز مرحبا بكم حياكم الله صلى الله عليه وآله طيب قلنا أن زيارة آل ياسين موضوعها أساسها جوهرها هو مظهر الإسم الجامع في عالمنا الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله واللفظ الذي يعبر عن مظهر الإسم الله الجامع في عالمنا الذي نصف به الرسول صلى الله عليه وآله هو لفظه ياسين كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم وكما مر بيانه في كثير بعض آيات تلك السورة مباركة إذن فزيارة آل ياسين سلام على آل ياسين هذا سلام للمعصوم سلام للرسول سلام لأمير المؤمنين سلام لأهل بيت العصمة والطهارة هذا السلام وسلام في جوهري وذاتي ومحوري وأصلي وأساسي أهل بيت العصمة والطهارة بما هم مظهر للإسم الجامع وعلى هذا تكون زيارة آل ياسين هي الأصل والأساس الذي من خلاله يمكن أن ندخل سائر الزيارات ومن خلاله يمكن أن نفهم ونعيف سائر الزيارات الأخرى إن شاء الله ثم في الحصة الماضية يعني تلك كانت مقدمة حول الزيارة بشكل عام زيارة آل ياسين في الحصة الماضية بحثنا في مسألة ارتباط المعصوم بالزمان ولكن قلنا أن هذا البحث يحتاج إلى تدرجة منطقيا يجب أن نتبعه لنصل إلى النتيجة المرجوة وهي ذات الشقين الشق الأول فهم نظريا بنحو ارتباط المعصوم بالزمان والأهم من ذلك فهم النظرية الذي هو الشق الثاني بل ورد ذلك الفهم في مقام العمل حتى تتحقق النتيجة والثمرة من هذه الزيارة والدخول في عالم الفضور والدخول والدخول ضمن الممهدين لدهور صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه من معاني التنهيد التأسي لشخص صاحب العصر في ذواتنا وجعل واقعنا متأسيا ببادة صاحب العصر طيب وقلنا حتى نصل إلى هاتين النتيجتين النظرية والعملية نحتاج إلى بعض المقدمات أولاها كانت ضرورة فهم ما يعنيها مصطلح نبي آخر الزمان ثم ما يعنيه ولي آخر الزمان وأصلا ما يعني آخر الزمان مصطلح آخر الزمان ما هو المقصود به طيب بشكل عام قلاصة ما مر معنا في الحصة الماضية أن نبي آخر الزمان هو ذلك النبي الخاتم الذي على يديه اكتملت جميع النبوات اكتملت جميع النبوات بمعنى أن سائر النبوات هي أشعة من نور النبي الخاتم وكلها جاءت لتهيئ وتعد هذا العالم لظهور نور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وقلنا أن من خلال شخصه اكتملت النبوات لأنه كما مرت الإشارة بناء على الرواية كنت نبيا وآدم بين الماء وطين أن نبوة نور النبوة نور نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله سابقا على وجود شخصه الطاهر وعليها يكون تكون نبوته هي التي تحققت وتشخصت في شخص نور النبي أجل الخاتم صلى الله عليه وآله سائر الأنبياء بعثهم الله أنبياء بمعنى استطاهم للنبوة واختارهم لمقام النبوة نبي آخر الزمان يعني النبي الذي اكتملت على يديه النبوات وآخر الزمان ماذا يعني يعني آخر نعم آخر مرحلة الخلقة آخر زمانا العصر قم العصر وعصارة وخلاصة اليوم العصر هو عصارة وخلاصة مرحلة الخلقة التي ستظهر فيها حقيقة الدين ظهور حقيقة الدين بدأت من ظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وقلنا أن ظهور النبي الخاتم على مستوى التشريع قد أتم كل التشريعات وانتقل العالم بإخبار أن مرحلة إثناء التشريع أعطت نوعا من النضج والرشد الذهني والباطني والنفسي في حق في ذات الإنسان ومن خلال في ذات العالم فأصبح العالم مهيئا من انتقال من النبوة إلى الإمامة والآن وبدأ بعد الرسول صلى الله عليه وآله بدأت مرحلة الإمامة فيما تعني أن الإمامة هي ماذا؟ كما أن العالم تم فيه التشريع الآن ستبدأ صيرورة الإمامة من خلال التصرف في عالم التكوين من خلال التصرف في باطن هذا العالم من خلال التصرف في حقيقة الإنسان ليصل كل هذا العالم إلى تلك اللحظة ويكون فيها قابلاً لرؤية نور الحق لرؤية حقيقة الدين لرؤية أمر الإيمان والغيب في هذا العالم تلك المرحلة مرحلة الظهور كما يشير إليها أحد العلماء يقول مرحلة العالم ما قبل الظهور ونسبته إلى ما بعض ظهور النهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كمرحلة الإنسان وهو جميل في بطن أنه ثم بعد ولادته العالم قبل الظهور كالجميل قبل الولادة والعالم وبعض الظهور في خروج الإنسان كولادة الإنسان في عالم الطبيعة إذن في الولادة الحقيقية لهذا العالم هي بعد الظهور وطبيعي جداً أن تلك المرحلة إذا كانت على هذا النحو تحتاج إلى أعداد كبير على مستوى التكوين وعلى مستوى الباطن حتى تتم الولادة بشكل طبيعي وسلس وهذا ما أشارت إليه الأدعية المباركة من خلال سلمتي لتسكنه أرضك فوع تطبيع الأرض يعني تطبيع قوائد وضوابط وقوانين عالم الأرض تغيير قوانين عالم النادد بما يمكنه أن يلائنا مرحلة ما بعض الظهور مرحلة ولادة هذا العالم بما يمكنه أن يكون منسجناً مع القوائد الحاكمة في دولة صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف طيب وعلى هذا الأساس قلنا أن إذا أردنا أن نعرف ما هي التغييرات التي ستحصل في هذا العالم فيمكن أن ننظر إلى منتهى يعني نهاية إلى منتهى كل هذه التغييرات التي يمثلها يوم القيامة لماذا التي يمثلها يوم القيامة من هنا نواصل البحثات النقطة التي سنبدأ في مواصلة بحث الأمس إن شاء الله طيب لماذا ننظر إلى يوم القيامة لأن الظهور يوم الظهور هو ماذا هو درجة خطوة مرحلة لدنة من لدناتي من مراحل من أيام يوم القيامة يعني الإنسان في مرحلة الظهور يكون قد يكون العالم قد تقدم خطوة وكما يقال قد وضع رجدا في عالم القيامة الرواية مرت معنا كثير من المرات مثادها أيام الله ثلاثة عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه قوله أيام الله ثلاثة يوم الظهور يوم القائم ويوم الرجعة ويوم المعاد يوم القائم ظهور القائم الرجعة رجعة الأيمة رجعة السيد الشهداء ومرحلة الرجعة هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المعاد يوم القيامة إذن فالظهور والرجعة والمعاد أو بداية من الظهور يقول الإنسان قد دخل في مرحلة القيامة قد دخل في مرحلة يوم القيامة. يوم القيامة لا شك ان ذلك اليوم تتغير فيه معطيات وضوابط وقوانين العالم الذين عيشوا. ذلك في يوم القيامة يبدأ من مرحلة الظهور. يوم تبدأ بالارض غير الارض والسماء غير السماء وكل عالم تكون يبدأ التغيير. تبدأ التغييرات من مرحلة ظهور صاحب العصر. عجل الله تعالى طرجه الشريف. ودور المنهدين قبل الظهور اعداد هذا العالم لذلك التغيير. اعداد هذا العالم لذلك التغيير الذي سيبدأ في مرحلة الظهور. وباعتبار ان حديثنا حول ارتباط المعصوم بالزمان فما هو حال الزمان يوم القيامة. لنعرف ما سيكون عليه الزمان في مرحلة الظهور. وبالتالي نفهم نحو ارتباط صاحب العصر في مسألة الزمان بنصية الاخير. ونعيد دورنا وتكليفنا في كيفية التنهيد لظهور صاحب الامر في بعض الزمان لأقل. فعندما نراجع الآيات المباركة او ما نعرفه وما نعلمه وما يتبادل الى ادهامنا. بخصوص يوم القيامة نحن نعلم ان يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. يعني الموازين. موازين الزماني يوم القيامة تختلف عن موازين الزماني في عالم الدنيا. آآ ما ادري اذا صوتي واضح اكتبوا لي واحدة تاتيخ العزاء. نعم. طيب. بعد قلنا قلنا اذا اه دا كبار اما حديثنا حول موضوع الزمانة. سنحاول ان نذهب نحو وجود هذا الزمان في يوم القيامة. طيب عندما نقول ان اليوم في يوم القيامة يختلف عن اليوم في عالم الدنيا. ما معنى اليوم في يوم القيام يختلف عن اليوم في عالم الدنيا. يعني المعايير القواعد الضوابط بدأت في الاختلاف والتغيير. يعني زمان وعالم الدنيا اليوم الذي فيه اربع وعشرين ساعة لم يكون موجود يوم القيامة. احسنت قواعد الزمان اختلفت. اذا فحقيقة الزمان التي نراها ونعيشها الآن ليست بالامر المحتومي في هذا العالم. وليست بالامر الحتمي في هذا العالم. بما انها ستتغير يوم القيامة. ستوجد. ستوجد اولى مراحل ذلك التغيير ستكون في مرحلة الظهور. اذا دورنا ان نفهم هذا التغيير الذي سيقع لمنسجنا معه في ذواتنا. ونغير الواقع في اتجاهي في نفس الخط في نفسي الجهات. خيط. من آية اخرى تعبر عن حقيقة الزمان في يوم القيامة. يوم القيامة له جملة من الاسماء. من بين اسماء ماذا? يوم التلاقي. مرت معنا الاشارة في احد الدروس. ما معنى يوم التلاقي? بالتاءة. التلاقي? ما معنى يوم التلاقي? رهت بعض الاخوات والاخوة اللي كانوا حاضين في ذلك الدرس يكتبوني ما هو المقصود بالتلاقي? يوم التلاقي. التلاقي من الالتقاء. الثقايا الثقين. نعم من بين اسماء يوم القيامة يوم التغابن. احسن. من بين اسماء يوم الحساب. احسن. لقاء وعالم الدنيا مع الغيب. الباطن والظاهر. خيط. هذه كلها لا شك انها امور صحيحة. يوم التلاقي من بين معاني واهم معنى في حقيقة التلاقي هو ماذا? التلاقي المقصود به هو? وعليكم السلام ورحمة الله. استاذنا العزيز. حياكم الله. بارة الله فيكم. نشكركم كثير على الخضوة. طيب ان شاء الله نواصل اذا كنا من بين معاني يوم القيامة دي ما يعنيها سلمة التلاقي. التلاقي بمعنى التقاء الماضي والمستقبل. بمعنى انه في يوم القيامة لا يوجد عندنا ماضي ومستقبل. كل شيء في محضرة. كل شيء في عارف لحظة الحضور. كل شيء في المرحلة في زمان الحاضر ان صح في العبارة. بل باعتبار انتفاء الماضي والمستقبل لا معنى بزمان الحاضر. كل شيء موجود في تلك اللحظة في ذلك الان. وعندنا نعبر عن بعض تفاصيل يوم القيامة بمعنى المستقبل بمعنى الزمان الذي سيقع في ذلك اليوم. هذا من قصور اذهاننا. او بعبارة اوضح هذا من نتائج حاكمية فهم معين بالزمان على اذهاننا. هذا الفهم وهذا المعيار وهذا الملاك في التعامل مع الزمان في عالم الدنيا هو الذي يمنعنا هو الذي يمنعنا من فهم بعض حقائق يوم القيامة. ولا طريق لنا لفهم تلك الحقائق يوم القيامة. الا ماذا? الا ان نتحرر من هذا الفهم الدنيوي. وعندما نتحرر من هذا الفهم الدنيوي او مما فرضه علينا مما فرضته علينا الحياة الدنيا من قواعد بالزمان في اذهاننا. عندما نتحرر من هذه الدنيا وفرض متاهينها الزمانية على اذهاننا عندها يمكننا ان نفهم كيف يسعنا ان نغير كيف يسعنا ان نغير مجريات مجريات عالم الطبيعة في بعدها الزمانية لتكون مهيئة مع دولة صاحب العصر. ما معنى يوم التلاق يوم يلتقي فيه ماذا قلنا الماضي والمستقبل. بعبارة اخرى ينتفي فيه الماضي والمستقبل. عندما نقول انتفي فيه الماضي والمستقبل ما معنى. ونحن نعلم ان يوم القيامة ماذا يعنيه? يوم القيامة قلنا هو يوم ظهور حقائق كانت موجودة في عالم الدنيا لا نراها يوم قبل السراءة. يعني تظهر حقائق عالم الدنيا. هذا موجود في يوم القيامة. انتفاء الماضي والمستقبل في يوم القيامة يعني انه في عالم الدنيا هل يوجد ماضي ومستقبل? احسان تبارك الله فيه. رواية امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نكتبها مع بعض. ماذا? ما ولا ماذا? وما لم يأتي فاين? قم واغتنم الفرصة بين ال? بين ماذا? قم واغتنم الفرصة بين المكتب? بين العدمين احسان. ما ولا مضى? وما لم يأتي فاين? قم واغتنم الفرصة بين العدمين. يعني الانسان في هذا العالم احسان تستيليشان حتى انا اذكرت لما ذكرت هذه الرواية بارك الله فيه. طيب نعيدها لما الاخ شام حاضر. ماذا تقول هذه الرواية? ما ولا مضى وما لم يأتي فاين? قم واغتنم الفرصة بين العدمين. يعني نحن الان في هذه اللحظة الذي مضى ولا ذهب وانقضى. انقضى يعني لا وجود له. ده. وما لم يأتي فاين? يعني غير موجود الان. ما سيحصله بعد خمس دقائق غير ملموس عندي الان. فالانسان بد يغتنم الفرصة بين العدمين. طيب. بين العدمين ماذا تعني بين العدمين? يعني حقيقة الماضي والمستقبل هي اعدام لا تحقق لها الا في صناعة الذهن. وخاصة مجريات عالم الطبيعة تفرض. ركز معي. مجريات عالم الطبيعة تفرض علينا الايمان والايقان بوجود ماضي ومستقبل. لكن بمجرد ان يتحرر الانسان من عالم الطبيعة بمحض ان يبتعد الانسان ويغادر عالم الدنيا فلم يبقى له معنى لا بالماضي ولا بالمستقبل. مرت الاشارة انه في ليلة الاسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وآله في لحظات المعراج قد تحرر من عدم الماضي وعدم المستقبل. يعني من العدمين ورأى اهل الجنة ورأى اهل الجحيم وغيرها من المسائل الاخرى. والتقى بجميع الانبياء الذين كانوا يعيشون في زماننا بمنطقنا المادي كانوا يعيشون في مرحلة زمانية سابقة. اذا النتيجة التي يمكن ان نفهمها من خلال مسألة يوم التلاق ومسألة عدمية الماضي والمستقبل. كون ماذا? كون من بين عوائق دخول الانسان في مرحلة الحضور? من بين الموانع التي تحول بين وجود الانسان وحضوره في دولة صاحب العصر? احسن سؤال مهم جدا استاذ العزيز. عندما يتحرى الانسان من الماضي هل يتخلى عن هويته? نعم هو هذا الذي نحاول ان نفهم في هذه الحصص. ان الماضي والمستقبل هي عبارات اعتبارية يطلقها الانسان في وصف واقع لم يفهمه. في توصيف حالة لم يدرك محتواها. فنصفها بكونه ماضية. ولكن مثلا في خصوص هوية الانسان مرت معنا الاشارة الى كون شهر رجب هو الذي يسمع هوية الانسان. وقلنا ان علم الاخلاق سميت بالاخلاق لانه من فعله خلق يخلق يعني الانسان يخلق هويته يخلق ذاته مرة اخرى. اذا مسألة الماضي ودوره في بناء هوية الانسان لعلها المسألة تحتاجه الى بعض التأمل. اذا ماذا يمكن ان نقول? اذا نقول ان اه نرجع الى النقطة شوف فاكس مع بعض. انه من بين الموانع التي تمنعنا من الحضور. تمنعنا من الدخول. تمنعنا من التمهيد. تمنعنا من رؤية الظهور. تمنعنا من العيش في دولة الظهور. كون اذهاننا كون اذهاننا متأثرة بمعطيات عالم الدنيا في بعد الزمان. وتؤمن الى حد اليقين بالماضي والمستقبل في حين ان في مرحلة الظهور سيتغير الزمان. فالحل ماذا? الحل ان نعود الاذهان. الحل ان نوقع ان نقنع انفسنا. الحل ان نتيقن ونستمد العون من الله. نغير ونقنع ونتيقن بان الماضي والمستقبل هي امور وهمية. اطلقها لسان الانسان. كما قلنا عدم معارفتنا هو الذي جعلنا نصف مثلا نصف اه شيئا ما بكونه ماضي. وهذا ايضا راجع الى ضعف العبارة ضعف اللسان الذي الذي يعجز عن توصيف بعض الحقائق. ذات الله المقدسة هي اعلى. الله عز وجل في غيب الغيوب لا يمكن ان يدركه عقل لي. ولا ترغم ذلك نقول الله. فهل هذا اللفظ يعبر على نحو المطابق على حقيقة ذات الالهية المقدسة? بالقطع لا. لماذا? لان هذا اللفظ هو ماذا? تعبير ناشئ من عالم النادة. ولذلك الانسان يحتاجوا الى تعبيرات اخرى فوق النادة ليوصل بها تلك المعاني. ومن هنا نفهم لماذا نجأ العرفاء في التاريخ اهل العرفانة اهل السيل والسلوك يلجأون عادة لايصال بعض الحقائق. يلجأون الى ماذا? الى الاشعار. يلجأون لماذا الى الشعر? لان الشعر يوصل الحقائق في عالم ما وراء اللفظ. لماذا في عالم ما وراء الرموز? لان تلك الحقائق لا يمكن ان تحيط بها الفاظ. كذلك في عالم الدنيا في هذه الحقائق الموجودة في عالم الدنيا والتي نحن نسميها بالزمان نحن نسميها بالمكان هي امور من باب الخطأ على مستوى التوصيف او نقول على مستوى ضعف الانسان في الاحاطة ببعض الحقائق الموجودة معه. اذا محبوبية العقل احسن. فطريقنا للتمهيد يتوقف على التحرر من اثار عالم المادة. يتوقف على التحرر من اثار عالم المادة مثلا في بعد الزمانة يجب ان يوقن الانسان حقيقة هو نفسه على التحرر من زمان عالم المادة. بيكون قادرا على الدخول في زمان عالم الظهور. بيكون ماذا? قادرا في الدخول قادرا على الدخول في زمان عالم الظهور. طيب. حتى لا نشوش الاذهان سنأخذ المسألة نقطة نقطة. كما يقولوا المصريين حب حب ان شاء الله. طيب صلوا على محمد وآل محمد. نعم. طيب. قلنا ان هذا الانسان يسعى الى اي شيء يسعى بالتحرر من زمان عالم المادة. طيب. نحن نعلم نحن نعلم ان هذا الانسان يرى الامر الذي يربطه بعالم الزمانة هو الجسم الذي هو يعيش منه وبه يرتبط بالمادة وبه يفهم الزمان. يعني ارتباط الانسان بالجسم النادي احسن. ارتباط الانسان بجسمه. حقيقة وجود هذا الجسم. هي حلقة الوصل بيننا وبين المكان والزمان. اذا لن يكن للانسان جسم. فلم يكون له زمان ولا مكان طبعا. ولكن اعتبار ان الانسان جسم فهذا الجسم الذي هو يحدد لنا نقطة زمانية ما. ما يسبقها ماض وما سيكلها مستقبل. اذا فهذا الجسم هو الذي يربطنا بزمان عالم الدنيا. طيب. حديثنا حول ارتباط الانسان بالزمان وارتباط صاحب العصر بالزمان وارتباط المعصوم بالزمان يحيلنا الى مسألة ارتباط المعصوم بالجسم ارتباط الانسان بالجسم ومن خلاله كيف يرتبط بالزمان. نعم. طيب لنرجع الى مسألة الاسرائي والمعراج. قلنا انه مثلا في بيلة الاسراء كان الحديث في تكتير هذه الاية مباركة سبحان بعد اعوض بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. طيب. سبحان الذي اسرى بعبده ماذا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. طيب. بمعنى ان الاسراء هل تم بالروح فقط ام بالجسم والروح? لا شك ان فعل الاسراء قد تم بالروح والجسم. ودلالة الاية المباركة بالاثنين احسن. ودلالة الاية المباركة عندما نقول ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الليل هو ظرف زماني. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ظروف مكان. الزمان والمكان يشيران الى البعد المادي الجسماني. اذا فكلمة عبد سبحان الذي اسرى بعبده كلمة العبد. التي وردت في سورة الاسراء ووردت في سورة النجم. فاوحى الى عبده ما اوحى قلنا تلك ايات سورة النجم تشير تشير الى ماذا? الى المعراج. اذا كلمة العبد في الاسراء والمعراج في سورة الاسراء والنجم في حادثة الاسراء والمعراج تشيره الى ذلك الموجود الرسول صلى الله عليه وآله ببعده الروحاني وبعده الجسماني. اذا هل يوجد صوت نعم بمعنى أن حقيقة الإسراء والمعراج قد وقعت بالجسم وجسمانية الرسول صلى الله عليه وآله طيب وهنا ما يزيد الأمر تعقيدا ما معنى يزيد الأمر تعقيدا طيب إذا كان الإسراء والمعراج روحانيا في عالم الروح فالمسألة أحسنت ارتباط الإنسان بالمادة تدل على محدودية العقل لا شك بل إن ارتباط الإنسان بالمادة هو الذي يفرض على هذا الإنسان محدودية ويمنع هذا العقل من أن يخرج كل مواهده وطاقاته إن شاء الله هذا هو حديثنا أتاقى العزيز أحمدكم بارك الله فيه إذن قلنا أن إسراء الرسول ومعراجه بجسده وروحه والذي لذا يعقد نوعا ما المسألة ما معنى يعقده قلنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله سفره الليل يعني السفر الإسرائي والمعراج إذا كان بالروح فهذا الأمر هينا بسيط ما معنى بسيط بمعنى أن الروح أن الروح هي من سنخ ما فوق النادة الروح هي موجودة مجرد عن المادة في ذاتها وفعلها وبالتالي فيمكن أن تكون موجودة في عوالم أخرى غير مادية فيمكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بدون أن تراعي مثلا من طول المسافة الضادرية من قصرها يمكن أن تنتقل من زمان إلى زمان وكن من تخترق العجوب نعم هو هذا السؤال أحساب وهذا كما قلنا هو الذي يعمق الإشكال كيف يمكن للجسم المادي أن يخترق الزمان والمكان أن يخترق المكان لما ينطلق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومسافة أربعين يوم في بعض اللحظات ثم من المسجد الأقصى تعرج ذات النبي صلى الله عليه وآله إلى الله في المعراج بالجسم والروح أصلا في لحظة الناد في نقطة الناد في مكان الناد جبريل ملك الوحي ورغم كون حقيقته نورانية إلا أنها يعني تلك الحقيقة النورانية لجبريل إلا أنها تكون عاجزة عن مواصلة السير مع الرسول صلى الله عليه وآله فتلك الحقيقة النورانية إن تقدمت احترقت ولكن الرسول صلى الله عليه وآله إن تقدم ماذا يخترق الرسول يخترق بروحه وجسمه كيف يمكن لهذا الجسم أن يكون على هذا النحو وهذا هو السؤال طيب هنا إذا كانت يعني يمكن المسائل نعم النور الملائكي لم يستطع المواصلة ولكن جسم الرسول صلى الله عليه وآله اخترقت تلك الحجب وهذا كما قلنا هو الإعجاز وجه الإعجازي في حادثتي الإسراء والنعراج أنه وقع بالروح والجسم لأنه إن كان روحانيا فقط فلا يوجد أعجاز كبير فهذا أمر متاح الروح من طبيعتها أن توجد فيما وراء الزمان فيما وراء المادة فيما وراء المكان جسم مادي أقوى من نور الملائكي أحسن هو هذا السؤال الذي يخير العقول والألباب وهذا هو موضوع حديثنا أستاذنا العزيز بارك الله فيك إذن أصلا يطرح السؤال هنا يطرح السؤال هنا ماذا يطرح السؤال إذا كان الكمال للروح العبادات غاية وكمالاتها روحانية إذا كان الكمال للروح فلماذا الله خلق لنا الأجتام إذن؟ إذا كانت الكمالات وعليكم السلام ورحمة الله إذا كانت هذه الكمالات غايتها وصول الإنسان في عالم الباطني في عالم الروحي في عالم النفس إلى أعلى الدرجات فما هي أهمية الوجود البعد الجسماني في الذات البشرية أصنر معنا في ضحف معرفة الإيمان بالنورانية في ذكر مولد أمير المؤمنين صرواة الله وسلامه عليه وتمت الإشارة إلى كون أصل المعرفة بالإيمان هي تلك المعرفة التي تتجاوز الظاهر الجسماني وتخرق حجاب المادة لتصل لمعرفة الإيمان بكل هي معرفته بكل هي معرفته معرفته بالنورانية نسعى أن نتجاوز الجانب الاسمان إذا كانت غاية المعرفة المعرفة بنور الإيمان والإحاطة بنور الإيمان إذن فما هي فائدة الجسم؟ هل نستمتش تأثير الروح إلى جسد وتغيير ترتيبته الظاهرة؟ أحسن أستاذك الدور هو هذه خلاصة البحث بارك الله فيك نشكل كثير على هذه الجنبة بلغة التمانسة قريبت أحرق للفيلم نحسنت هو هذا نعم أن الروح تؤثر على الإيمان هذا هو لب المطلوب طيب وباعتبار أن الأخوات والإخوة انتبهوا إلى هذه النقطة فسأحاول أن أختصر إن شاء الله حتى لا أطيل يعني باعتبار إن شاء الله كيفاش يعني كحامل التمر إلى هجر يعني هذا مثال إنسان يريد أن يقول حاجة إلى أشخاص هما أدرة بها هجر أو هجر هذه هي المنطقة الشرقية والبحرين تسمى بهجر يقول لك واحد مثلا ياخذ التمر ويمشي ياخذ معه التمر ويهزه هدية لأهل البحرين أو لأهل المنطقة الشرقية هذا يقول لك إنسان أخطأ المعيار لأنه ما يمكن إنسان ياخذ هدية لمكان تكون في تلك الهدية أمر عادي جدا أنا أيضا حالي مع الأخوات والأخوة الحضور في هذا المجلس المبارك أني أنقل لهم بعض المسألة لكن إن شاء الله هم قدرة بالمتكلم إن شاء الله رب يحفظكم طيب وهذا يعني سأحاول يعني أنه لما بعض الأصدقاء يتواضع يقول لهم يستوعب المسألة إن شاء الله نواصل البحث على نحو مختصرة إن شاء الله طيب أفلح من صلى على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد نعم طيب إذن قلنا أن السؤال الأصلي إذن ما هي فائدة هذا الجسم لماذا الله عز وجل خلق لنا هذا الجسم شوف نحن نعلم أن الإنسان فيه نعم يوجد فرق بين الجسم والجسد وجسد هو ذلك البعد النبي الذي يرتبط فقط بعالم المamentsة والجسم هي ذلك البعد النبي الذي له ارتباط بعالم الروح يعني مثلاً الارتباط بين الجسم والنفس لا نقول ارتباط بين الجسد والنفس الارتباط ليمكن أن يرتبط بعالم النفس علين يعني فرق بين الجسد جسد له خوار في القرآن الكريم وبين الاجسام. المهم. سنعنا نرجع اليها ان شاء الله سيد زيادة النقطة هذه. هنواصل البحث ان شاء الله بإذن الله. طيب. اذا قلنا نعم البدن هو الجسد باستاذ العزيز الشام. طيب. نواصل ان شاء الله شوف. قلنا اذا ما هي فائدة هذا الجسم? من باب في البداية نقول ان نحن نعلم ان الانسان له ماذا? جسم ونفس وروح. هكو الله? جسم ونفس وروح. طيب. الانسان حقيقته هل في بعده الجسماني ام في بعده الروحاني? يعني انسان له جسم ونفس وروح. لا شك ان الاصل في هذا الانسان هي الروح. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. بين لنا ان قيمة الانسان في روحه. وان ما يقدمه الانسان بامان زمانه يجب ان يكون الروح. ولا تكون الامور جسمانية مادية. اي عبارة لسيد الشهداء اشارت لهذا المعنى? من كان بادلا فينا ماذا? مهجته. بل يرحل معنا. يعني ادراك السفر مع الحسين. ادراك المائية مع سيد الشهداء. سيد الشهداء توقفوا على بدل الانسان بروحه. لمهجته. الروح هي الاصل. الروح ماذا? الروح هي الاصل. وهذا الفعب الظاهري الجسماني ان لم تؤيده الروح بلا خير فيه. طيب. معراج الرسول صلى الله عليه وآله. هذا المعراج كنا وقع بالجسم والروح. عبادات الانسان تتم من خلال الجسم والروح. جهاد الانسان تتم من خلال الجسم والروح. طيب الوجود الجسماني. الوجود الجسماني هو ماذا? هو امر ضروريا للقابل لينال الفيض من الله عز وجل. نكرر. هو امر ضروريا للقابل. يعني الانسان الموجودات المادية بضرورة يجب ان يكون فيها جسم لتكون قادرة على تلقي الفيض من الله عز وجل. يعني هذا الجسم يعني مثلا الله عز وجل اوجد جملة من النعم حتى يتغذى بها الجسم يتقوى بها الجسم ليقوى على العبادة. طيب. لماذا? لان الانسان بطبيعته لان الانسان في ذاته وجود الجانب الجسماني فيه هو نقطة امتيازه على الملائكة. وهي نقطة قوته على الملائكة. شوه? نقطة امتيازه ونقطة قوته. لماذا نقطة قوته? لانه من جانب سيكون انتحان الانسان اقوى من انتحان الملائكة. لان الملائكة هي وجودات من عالم النور. وجودات مجردة على المادة. فلا تعيشوا الم وشهوات وملذات المادة. احسن. له. هذا الجانب هذا الجانب معروف. ولكن يوجد جانب اخر اهم. ميز الله به الانسان على الملائكة من خلال الجسم. وهو الذي نريد ان نصل اليه. قلنا هذا الانسان اذا اراد مثلا ما يتقرب الى الله فيتوجه بجسمه الى الى جهة القبلة. او يتوجه الى مسجد ليصل لاحسنة الاختيار بارة الله فيك العقل. هذه كلها طبعا اجابات اه اه صحيحة ان شاء الله تعالى. طيب. قلنا ان هذا الانسان باعتبار وجود الوجوده النادي ووجوده الجسماني. هذا الامر الجسماني هو الذي يساهمه في قرض الانسان من الله. فوعدنا موسى ثلاثين ليلة واعتممناها. بمعنى ان هذا الزمان ثلاثين ليلة. اربعين ليلة. هذه في عالم النادة في عالم الزمان. طيب. هذا. نعم شوفو كل الموجودات مكلفة في هذا العالم. سواء كانت لا يوجد لها جانب نادي. كالجنة على طرد. او هي جوان امور مادية محظة كالاجار مثلا. كل الامور كل هذه العوالم مكلفة. ان هو الا ذكر للعالمين. عالمين. قلنا جمع عالم. واقل الجمع ثلاثة. يعني كل العوالم. كل عالم الخلقة مكلف. الله عز وجل امر السماوات الارض اتيا طوعا او كره. قالت اتينا طائعين. كل شيء مكلفا في هذا العالم. في التقليل. لا يتوقف فقط على وجود الجسم. طيب. اذن قلنا ان الانسان بعده الجسماني. بعده المادي. هذا البعد هو الذي يؤهده لتلقي الفيض. لانه موجود محاصر بالزمان والمكان. فيجب ان يتحيل الزمان ان ناشئة الليل اشد واقعا واقعا ما قيله. يجب ان يترصد المكان الذي يستجاب فيه الدعاء. حتى يكون هذا الانسان اقرب الى الله عز وجل. لماذا هذا الجانب في الجسماني? لان قوة الانسان عندنا يعلم ان جانبه الروحاني. ان جانبه المعنوي. ان هو المسيطر هو الاصل هو الاساس. هو المتصرف في جانبه النادي. الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله. اسري به بجسمه وروحه لان تلك الروح قادرة على التصرف في ذلك الجسم وتطويعه واعداده وتهيئته ليكون قابلا ان يخرق حجوب الزماني. ان يخرق ان يخرق حجوب الزماني والمكان. الانسان وجود الجسماني فيها على خلاف الملائكة عندما يتمكن الانسان من التسلط والتحكم والتصرف في بعده الجسماني عندها يكون هذا الانسان قادرا على التصرف في كل المسائل المدية في هذا العالم. قادرا على التصرف في عالم التكوين. واذا عجز الانسان عن اظهار السلطاني. نعم استاذ العزيز شوف كل العوالم مكلفة. والعوالم المكلفة تتلقى الفيض بوسائتها بوسائتهم الايمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الامام المعصوم هو خليفة الله في كل العالم. لان الله عز وجل رب للعالمين بكل العوالمين فخليفته خليفته في العالمين يعني في كل العوالمين. وبالتالي يكون هذا الجن يتلقى الفيض من الله عبر المعصوم او بعبارة اخرى عبر نواد المعصوم في عالم الجن. كما الانسان بغير المعصوم يتلقى الفيض من الله عبر المعصوم ونواده الذين هم المراجع في عالم الانس. وهكذا احسن. نعم. نوصل حديث نساء الله. نعم. اذا نقلنا ان وجود ان الجانب الجسماني في الانسان اهميته انه يمكن الانسان من الوصول الى اللحظة التي يتحكم فيها في بوعده الجسماني. يتحكم فيها في لوازن جانبه المادي. وبسلطان الانسان على جسمه بسلطان قلبه على جسمه يكون هذا الانسان قادرا ان يتصرف مما سواه في عالم الناد. بينما الملائكة لا تتصرف في عالم الناد. الملائكة مأمورة بان تقوم ببعض الاعمال في هذا العالم بما وهبها الله من قوة نورية في عالم النور. بينما الانسان اذا قدر على ان يتصرف في بعده الجسماني في بعده المادي فيكون قادرا على التصرف في كل الجوانب المادية في هذا العالم ولوازنها. لوازن النادة في هذا العالم هي الزمان والمكان. مثلا قادرا على طي المكان مثلا. او قادرا على طي الزمان. قادرا على ماذا? طي المكان. يتصرف في المكان. وقادرا على طي الزمان. طي المكان ينتقل من مكان الى مكان. على في في مدة قياسية تختلف عن عن المدة التي يقضيها ويحتاجه الانسان العادي. لما بلا هذا المكان قادرا على التصرف في احسن. قادرا على التصرف في جسمه. لانه كما اتفضلت استاذ العزيز عبد اطعنا تكون مثلي. بالنسبة لعالم الزمان ايضا نفس الشيء. مثلا افضل مثال عندنا للتصرف وطي عالم الزمان ما يقع لامثان في ليلة القدر المباركة. ان في ليلة القدر في لحظة يطوي مسافة في ليلة يطوي مسافة كم? الف شهر. هذا اسمه طي الزمان. طيب طي المكاني طي الزمان هذي من بين اثار تصرف الانسان في عالم المادة متى عندما يكون قد تصرف في جسمه. بكي تتواصل علاقة. احسنت نعم هو هكذا. يعني مثل احسنت استاذ محمد بارك الله فيه. يعني المعجزات التي وقعت للانبياء. المعجزات. يعني مثل تلك المعجزات هي في الحقيقة اذن لان النبي هو الحاكم. هو خليفة الله. هو باب الله في تلك المرحلة في ذلك العالم. يعني مثلا في زمان نبي الله ابراهيم. الله باب الله هو نبي الله ابراهيم. فالخيض في هذا العالم يمر عبر نبي الله ابراهيم. عبادات الناس في هذا العالم تمر في تلك المرحلة تمر عبر نبي الله ابراهيم. اذا فهو المتصرف في ما سواه. لأنه خليفة الله في ناس ونبي الله إبراهيم في ذلك الجنة فهو المتصرف في الناس نبي الله موسى هو المتصرف في البحث عيسى هو المتصرف في إبراء الأكنه والأبرس وينفق في الطين وهذه المسائل كلها إذن بهذه التصرفات التي يأتيها أتاها الأنبياء في ناس وهم في ناجونهم التي نعبر عنها بالمعجزات هذه التصرفات هي نتيجة ماذا؟ نتيجة سلطان الروح على الجسم سلطان القلب على الجسد في ذواتهم وهذه هي النقطة المهمة التي هي نحور وهي كما يقال مربط الفرس وهي الأصل لتهم مسألة التطويع لتسكنه أرضك طوعة كيف يطوع الإنسان جانبه المادي ومن خلال تطويع جانبه المادي يطوع يعني يجعل هذه الأرض بقوائدها بقوانينها بظوابتها بلاوزن يجعلها طيعة في يد صاحب العصر ومهيئة للدخول في دولة صاحب العصر باعتبار سلطان الروح الإنسان على جسمه سلطان الروح على الجسم وهنا سأشير إلى بعض المسائل تطبيقات لهذه القاعدة ونواصل البحث مستقبلاً إن شاء الله طيب مثلاً ما معنى سلطان الروح على الجسد؟ سلطان الروح على الجسد يعني أن الجسد تابع للروح أن الجسد خاضع لأوامر الروح أحسنت أن الروح لها الحاكمية على الجسد تفعل في الجسد ما تشاء ولا يمكن لهذا الجسد أن يخرج عن إطارها أن يخرج عن حقونتها إذا تملص الجسد إذا فر الجسد إذا استهتر الجسد بسلطان الروح فهذه علامة على ضعف الروح ولا يمكن لهذه الروح أن تطوع الأرض أن تطوع قوانين المادة لدولة صاحب العصر عجل الله تعالى وفرجه الشريف يعني مثلا شوف في مجال المعرفة يعني في الوصول إلى المعارف والحقائق في بعض الأحيان نقول أن المنطلق هو ماذا؟ المنطلق هو الجسد الجسد ثم الروح في بعض الأحيان نقول أن الروح هي الأصل ما معنى الجسد هو الأصل؟ ما معنى الروح هو الأصل؟ شوف مثلا المعارف المادية العلوم التي تحيط بنا هذه العلوم فيزيا كيميا طب غيرها هي معارف قصولية أحسن هي معارف ما معنى معارف ما بيشوف تبدأ بمشاهدات حسية ثم نفهم تلك المشاهدات الحسية ثم نحللها عقلا لنستنبط قوائل أو نظريات أو مبادة أو قيم أو غيرها إذن نظرية المعرفة علم المعرفة العلوم المعارف التي تحصل عندنا في عالم الدنيا بداياتها هل هو الجسم أم الروح تكتبون الجواب البدايات هي ماذا الجسم الإنسان يلاحظ بعينه ثم يحلل بذهنه ليصل في الأخير إلى نتيجة إذا كان الجسم هو الذي يعطي المقدمات يعطي المعطيات يعطي بمبادئ العلوم المعارف للروح للعقل فمن السلطان هنا هل هي الروح أم الجسم السلطان في المعرفة بناء على هذه العلوم هو ماذا؟ هو الجسم وهذه العلوم التي سلطانها الجسم لا يمكن لا هذه السلطان هو يعني شوفوا سيد العزيز في السياق في المثال الذي ذكرته يعني مثلا العلوم التجريبية مثلا تتم على ماذا؟ أولا يأخذون بعض إشارة المختبرات يجربون يقومون بالتحاليل يقومون بتباية ثم ينطلقون من التجربة إلى الفهم ثم من الفهم إلى سياغة القانون أو النبدأ أو النظرية طيب إذن فالبداية فالعلوم الموجودة المحيطة بين اليوم البداية هي الجسم فالجسم له سلطان فالعلوم والمعارف بينما عندما نرجع إلى سورة النجم مثلا نجد أنه في ترتيب الآيات بعد أن يكون لحظة في ترتيب الآيات المباركة في سورة النجم نجد مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بعد ذلك لجمرة من الآيات في الآية الحادعة يقول القرآن الكريم ما كذب الفؤاد ما رأى ثم بعد ثلاثة أربع آيات ما زاغ البصر وما تغى يعني في الفداية فعندنا معرفة ورؤية بعالم ماذا؟ بعالم الروح بعالم الفؤاد وتلك الرؤية بعالم الفؤاد عندما يصدقها الفؤاد عندما تصدقها الروح عندها يأتي الدور إلى الجسد ما زاغ البصر وما طغاء طيب إذا كانت معارفنا منشأها الروح ويتبع الروح في تلك المعرفة الجسم فهذه المعرفة يمكن أن نستفيد منها في دولة الظهور ولكن إن كانت المعرفة نادعة من الجسم فلا يمكن بتلك المعرفة أن تكون منسجن مع دولة الظهور وهنا يجب أن نعلم أن التسلسل الحقيقي للعلوم والمعارف هي تلك المشاهدات المعنوية تلك المشاهدات القلبية التي تنطلق وتتنزل من عالم القلب إلى عالم العقل إلى عالم الحس العلماء الفلاسفة الذين نسمع بمعنى أسماءهم في التاريخ مثل الطب المتألهون الشراسي شيخ الأشراق الصهر ووردي أبو علي سونا هؤلاء غيرهم من العلماء كانوا علماء وكانوا علماء بمعنى أنهم كانوا أسسا لأممهم ولمجتمعاتهم قامت عليهم النهضة العلمية عن صحة العبارة لأن علومهم من شاء من شاءها الروح ومن خلال تلك الروح وصلوا إلى معالجاتهم في علم الطبي في علم العمراء في علم الهندسة في عدة متائل وجميعنا يعلموا قصص الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه إذن ولذلك أن العلم كما ورد عن أحد الماصلين العلم العلمان العلم ينقسم العلم الأدياني وعلم الأبدان العلم الأدياني والأبدان من شاءهما واحد الذي هو علم الروح وكل العلوم في هذه من شاءهم العلم منشأه الروح. وكل العلم في هذا العالم اذا قدرنا ان نغير منشأها الى جانب الروحاني فذلك العلم في طريق صحيح. ولكن ان كان ذلك العلم منشأه جسماني فذلك العلم في منشأه جسماني سيصعب علينا فهم الظهور ودولته. سيعصر علينا في مقام العمل التمهيد للظهور ودولته. يعني اولوية الجسم والروح حتى على مستوى العبادات. شوف اذا كانت العبادة منطلقها الجسم فتلك عبادة ظاهرية. قد تعطي نتيجة وقد لا تعطي نتيجة. والعمل المادي الجسماني بالضرورة لن ينتج عشقا لن ينتج حبا لله. بينما العبادات التي منشأها حب الله. منشأها عشق الله. منشأها ارتباط العاشق بالمعشوق. فان ذلك العشق كما مر بيانه قبل كم دينا ذلك العشق سيكون هو المحرك هو الوقود لقياني واقامة تلك العبادات. ولكن كان المنطلق هو الجسم هو الظهر فهذه عبادة ليس فقط لن يترتب عليها اثر بل ستتحول الى حجاب. يخال الانسان العابد معها انه عبدا لله. لكن هو عابد وليس بعض. كالامثلة التي ضربناها في بعض الليالي في بعض المجالة. اذا يعني مثلا الانسان يلاحظ مثلا اذكر مثال ارتباط المؤمن الموالي بسيد الشهداء بالامام الحسين بكربلاء سيد الشهداء. ارتباط المؤمن الموالي بزيارة سيد الشهداء. عشقه للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا العشق للحسين هو الذي يجعل الانسان لا يستقر في مقامه لا يستقر في مكانه الا اذا تحرك لزيارة سيد الشهداء. ولا يمكن ان يمنعه عن تلك زيارة اي شيء. لماذا? لان المنطلق لاستعي لتلك الزيارة ليس منطلق ذاتي جسمان مادي. عشق يجذبه لمولاه الحسين. ذلك العشق يجعله يجعل هذا الانسان العاشق بالحسينة يسترخص الغالي والنفيس. المهم ينطلق لسيد الشهداء. في التاريخ نحن نعلم ان هذا الانسان يعني زوار سيد الشهداء لو قطعوا منا الكيف الارجل واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. احسن تركت الخلق طرا في هواكا وايتمت العيالة لكي اراكا. فلو قطعت في الحب ارادا. فلو قطعت في الحب ارادا. لما نال الفؤاد الى سواكا. يعني مثلا شوف نأتيك زحفا سيد حسين. يعني مثلا الان الا مرض الكورونا نسأل الله عز وجل ان يفرج عن جميع الانسانية في هذا الكرب ده. انا متأكد. وثيق عمياء في شيعة الحسين في عاشق الله. لو لم تكن فتاوى المراجع. لو لم تكن فتاوى المراجع. فتاوى المراجع الذين يقولون انه يمنع على الانسان الذهابوا الى تلك الاماكن. لو لم تكن فتاوى المراجع. لما في الاربعين او في غير الاربعين لما تأخر مؤمن الموالي عن زيارة سيد الشباة. حتى وان كان يعلم. لنفرض انه يعلم ان الكورونا موجود. ان القاتل موجود. ان التوجير موجود. ان تلقيه. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. هل تسمعوني? نعم. طيب اذا كنت من كان يسمعني فليصلي على النبي وآله. اللهم صل على محمد. احسنت نعم. طيب اذا ماذا قلنا? احسنت بارك الله فيك. قلنا ان هذا الانسان يعني لا يمكن ان يقف امامه للوصول لسيد الشهداء للوصول لتعبة الاحرار. للوصول لقبلة العشاق. مركز الكون الى مركز الطبيعة الى مركز العقل الى مركز الروح الحسين ابن عليه صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن ان نعه شيء. يعني الانسان عندما ينظر الى صور حرم ابو الفضل العباس لا يستقر له قرار الا اذا ذهب الى. الامر الذي ينعنا الامر الذي ينع عشاق الحسين العباس هي فتاة والمراجع. هذا ماذا يدل بل انها عبادة مؤسسة على العشق. ومن هنا نفهم حقيقة الشعائر في تقوية الجانب الروحاني على الجسمان في هذه الداة. ومن هنا نفهم سعي الشيطان لمحاربة هذه الشعائر. اذا هل الصوت واضح? نعم. طيب. اذا فبشكل عام نقول ان الانسان عندما يحركه العشق للعبادة عندها سينطلق الى جوهر الصلاة وروح الصلاة واساس الصلاة. يعني مثلا مرت معنا ان الصلاة هي حقيقة وصل اليها الرسول صلى الله عليه وآله في ويلة المعراج وتنزل بها مرتبة مرتبة الى ان اوصلها الينا الى اوصل الينا تلك الحقيقة في شكل هذه العبادة. هذه العبادة يجب ان نتعامل معها من بدء عشقنا لجوهر وروحي وحقي وسري ومقامي تلك الصلاة هي التي ستكون ذلك العشق هيكون محركا لنا باتيان هذه الصلاة لانها الى تلك الصلاة التي رأيها الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج. اذا هاته كلها عبادات الروح فيها الاصل وليست النادة. وما كانت العبادات الروح هي فيها الاصل عندها تكون عبادة الاحراء. ولكن العبادة التي تكون النادة هي فيها الاصل تكون خاضعة بقانون التاجر او العبد. كما اشار الى ذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اذا اردنا اذا اردنا ان نلخص بشكل عام. نقول ان طريق الطريق التمهيد هو الوصول الى سلطان الروح على الجسم. طريق التمهيد هو وصول الى سلطان الروح على الجسم. ومن خلال هذا الجسم على نسب هذا الجسم بالمكان والزمان. وبالتالي يمكن لهذه الروح ان تحدد علاقة الانسان بالمكان. وتحدد هذه الروح علاقة الانسان بالزمان. وتصنع الروح لهذا الانسان الزمان المناسب لها. ولا تتركه خاضعا بالزمان الذي تطريره عليه حقيقة الدنيا وعالم الدنيا. وهذه هي الكلمة التي اتطلل بها استاذ ميدالدور ان الجسم يسأل الى نوعا من الخضوع للروح بل يجب ان يكون خضوعا تاما. طيب اذا اردنا ان نلخص نقول ان ارتباط خضوع جديده الجسمان للروحان لروحه. ومن هنا اصبحت روح المعصوم التي هي من روح الله والتي هي من فوق العرش ومن اعلى العرش اصبحت هذه الروح هي المتصرفة في الجانب الجسماني في الجانب المادي الذي هو في ذاته الجانب المادي نحن نعلم مصدره اين عند المعصوم. طيب مصدره اين سنأتي اليها في بعض الحصص. طيب سلطان الروح على الجسم هو الذي يجعل منها الجسم قادر على خلق الحجوب. بما بد انه خاضع بالروح. محمي بالروح. ولكن ان كانت هناك اثنينية بين الروح والجسم. ولا زال الصراع قائم ولا زال الصراع قائما بينهما. فهنا لا يمكن لهذا الجسم ان يكون خاضعا بالروح. ولا يمكن لهذه الروح ان تتحكمت في الجسم. وبالتالي سيكون الجسم خاضعا لقوانين الزمان والمكان. التي القوانين تفيدها المادة والدنيا. والروح تعيش في فضاء اخر. ومن هنا يعيش الانسان تلك الازمة التي نسميها بازمة وجودية او ازمة تحققا. ولا يعالج تلك الازمة الا منضوع واحد لو هو حبه. ولو هو تأسيس الذاتي على حب الروح وعشقها لمعشوقها وتعلقها بامان زمانها. ومن خلال امان زمانها تعلقها بالواحد الاحد. طيب. على كل لعلنا لا نفعل اكثر في موضوع الزمان وكده حتى لا يملل اخوة فقط يملل اخوات الاخوة. نحن نقول كيف يمكن للانسان ان يعيش كل هذه الاجوات. في مقام العمل كيف? شوف. سنطرح سؤال ونجيب عنه غدا ان شاء الله. في اية الاية الاولى لسورة الاسراء التي مرت معنا. بعد اعوض بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي الى المسجد الاقصى الذي باركنا حولك لنريه من اياتنا. طيب هذه الاية المباركة تشير الى قابلية في الرسول صلى الله عليه وآله بما هو عبد لله. وفاعلية من الله بما هو بمعنى اسراء. الله هو الذي اسراء. الله هو الذي يوري. الله هو الذي بارك. اسرى بعبده باركنا حوله لنريه من اياتنا. طيب في هذه الاية المباركة يوجد حرق. حرق. هذا الحرف يبين العلاقة بين تلك القابلية وتلك الفاعلية. الاخ ابو فاطمة ما شاء الله في دروس الفالتالك ما تخدوش عينه بالكل. اذا في الدان ما هكت ان شاء الله تتكيسر الامور ويرفع هذا الكرب تابع الدروس عبر الفالتالك. هو حرف الباء. سبحان الذي اسرى بعبده الينا. طيب لماذا هذا الحرف? طبعا هي مسألة معروفة ولكن سنرجع اليها غدا لنذكر بها انفسنا. لكن لماذا هذا الحرف? لان مثلا نحن نعلم ان اسرى فعل متعدي. سارى يسرى فعل لازم. يعني لا يحتاج مفعل به. نقول سارى العبد مثلا. سارى بمعنى كما مرت معنا اشارة بمعنى سافر كان السفر ليلا. اسرى فعل متعدي. نقول اسرى عبده. لماذا حرف الباء هنا? او ما هو او ما هي مكانة حرف الباء بالنسبة لقواعد اللغة العربية في هذه الجملة? ماذا تعني حرف الباء? وهذا حرف الباء يشير الى امر مهم محتمى بسم الله ان شاء الله يشير الى مقام الماعية. اه اخونا محمد مو? برك الله عليك. لحفظ اخونا محمد طلوا على محمد وآل محمد. اللهم طلوا على محمد. برك الله فيك سي محمد. برك الله عليك. تذكر من ورانا يا ذرلين. طيب اذا غدا ان شاء الله سيكون حديثنا حول الماعية بما هي طريق للوصول الى كل هذه المقامات التي تمت الاشارة اليها. واعتبر عن الاطالة الى ارواح الاولياء والعلناء والشهداء نهد جميعا ثواد الفاتحة. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. طيب اذا توجد مداخلات او تعليقات او استفسارات من الاخوة الاخوة ومرحبا بهم وفي الاسناء. نذكر ببعض النقاط الى ان يهيئ الاخوة والاخوة المداخلات ان شاء الله. النقطة الاولى طبعا نذكر المرة التالفة والرابعة والخمس وسنبقى دائما نذكر انه في ظل هذه الظروف وهذه السعودات ونسأل الله عز وجل. بكل المكروبين في هذا العالم. آآ في ظل هذه الظروف يعني طبعا نحن نحتاج بعض نتعاون مع بعض. وضروري جدا يعني اي انسان يحتاج شيء يستحق امر شيء لابد يخاطب اخوانه يتحدث مع اه اه اخوانه حتى ان شاء الله نعاون بعد خاصة هالايام احنا نعرف لنا التنقل اه غير متاح للجميع. الاخوات الاخوة ربي دارك فيه يعني كل شيء متوفر. خضرة سنيد ما كل شيء بيرن الله تعالى متوفر. فقط يكفي انه اذا عائلة اخد اخ كذا يحتاج اولى امر ان شاء الله يخبر اخوانهم ويصلهم وتصيلهم توصلهم القضية ان شاء الله الى باب البيت. رغم هذه الغروف لكن باذن الله تعالى يصلهم كل شيء الى بيوتهم. يعني حتى ما يتعبوا انفسهم ونسأل الله عز وجل التوفيق. ما ادل هل الصوت واضح? نعم. خيط. اه هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية تدخيل ان شاء الله ببرنامج هذا الاسبوع. ان شاء الله غادم باذن الله تعالى. سنأخر بعض المسائل ونبدأ ببحث المعيه ونواصل ان شاء الله بعض المسائل التي تهم اه الجانب العاملي في مسألة اه الارتباط لزيارة الاسين من خلال الفقرة التي رأيناها. اه وقبل اذلك شاء الله سيكون عندنا دعاء فنيل يعني الثامنة الربع ان شاء الله غدا تلاوة مباركة لذكر الحكيم ثم دعاء فنيل ثم نواصل البحث ونفسح المجال المداخلات باذن الله تعالى الجمعة والسبت والاحد الجمعة والسبت والاحد الليالي المواليد الشعدونية ليلة ميلاد سيد الشهداء ليلة ميلاد ابن الفضل عباس ليلة ميلاد سيد الساجدين وزين العابدين. خيط. هذه ثلاثة ليلة ان شاء الله ستكون عندنا احتفالات مداخلات بهذه المناسبات. وايضا سنستفيد ان شاء الله من انفاس. اه واصوات الاخوة الرواديد باذن الله تعالى نسأل الله عز وجل لهم كل التوفيق ان شاء الله. طيب هذه هي ان شاء الله برنامج هذا الاسبوع. والان يعني نفتح مجابي مداخلات الاخوات والاخوة المشكورين. طيب الذي يريد المايك يكتب مايك. ما يخلش او لم يكتب كديمة مايك. ثم ان شاء الله ياخد مايك. وهنا اه ابو محمد علي. اذا اخذت المايك. ما تنسيش اترجع وبعض ما تكمل المداخل ان شاء الله. سيد زياد ايضا مداخلتك في ابن ذات عاد ان شاء الله تكون مختصرة. ونسأل الله عز وجل تيسير الامور. فضلوا. ومايك ما فيه معكم. ديكم شارك كتابة المايك. هالمسألة تلقي القيض عبر الجسم الماضي مختص بالانسان والجنب يسير الجسم. شوف مولانا. نعم. انا لم اقل ان الانسان يتلقى الفيض عبر الجسم. الجسم هو شرط لتلقي الفيض. بالنسبة للانسان. لماذا هو شرط لتلقي الفيض? لان الانسان هو اشرف الموجودات شرفه الله بكون هذا الانسان له علم الاسماء. علم الاسماء ماذا يعني? يعني ذلك العلم الذي من خلاله يمكنه ان يتصرف في هذا العالم. ولكن تصرف الانسان في هذا العالم لا يتم الا عبر المرور من خلال تصرف روح الانسان في جسمه. عندما يكون هذا الجسم خاضعا الى الروح على مستوى الذاته. عنده يكون هذا الانسان قادر على التصرف في عالم المادة في كل العالم. لماذا? لاننا نعلم انه بين الانسان وهذا الكون يوجد عندنا تناظر يوجد عندنا تناثل مراتب الوجود في عالم الخلقة هي نفسها المراتب الموجودة في الانسان. اذكرها يعني بشكل اه بشكل مفهرس يعني يوجد في عالم الخلقة جانب مرتبة طبيعية مادية مرتبة ميثالية ومرتبة عقلية. ما معنى طبيعي يعني امر مادة مئة بالمئة. ما معنى مثالي. يعني امر نصف مادة نصف مجرد مثل النفس بالنسبة للانسان. عقبي مثل الروح التي هو امر مجرد. هذه المراتب كلها موجودة في عالم الخلقة. ومثالها موجود في الانسان. ولان الانسان هو اشرف الموجودات فلذلك كان يوازي كل عالم الخلقة. لماذا يوازي كل عالم الخلقة? لان هذا الانسان هو خليفة الله في كل عالم الخلقة. فلابد ان يكون قادر على التصرف في كل مراتبها. الموجودات الملائكية لان لها مرتبة واحدة فقط وهي نورانية لا يمكنها ان تتصرف في ما سواها. لماذا? لانها لا تعلم فقط ولا تعرف فقط الا المرتبة النورانية انسحة العبارة الى المرتبة العقلانية. الملائكة تسمى بالعقول مجرد عن المادة في ذاتها وفعلها. تفعل تقوم بتكليفها في عالم المادة لكن ليس تصرفا من تلقاء نفسها في عالم المادة. الجن كذلك هو مرتبة نازلة من عالم المثال. عالم المثال الذي هو عالم مثل النفس بالنسبة للانسان. فها جانب روحاني وفيه جانب الجن في جانب روحاني وفيه جانب نادة ايضا. طيب. ولكن الجانب المادة ليس على نحو الجسماني بالنسبة الانسان. هو جسم اللطيف. يسمعون الجسم اللطيف. والانسان له جانب جسماني جسم كفيف. مكفتف يعني امر ملموس. بينما الجسم عند الجن لا يمكن ان نلمسه. والجن والملائكة لا توجد فيها اجسام دل مرة. طيب. الملائكة اسمها الجن لان لها مرتبة خاصة دون كل المراتب لا يوجد لديها العقل بمعنى الروح ومرتبتها الجسمانية ضعيفة. فهي عاجزة عن التصرف في الاجسام وعاجزة عن تصرف بعض الاشياء في هذا العالم. بينما الانسان لان فيه كل هاته المراتب. فعندها يمكنه ان يعمل علم الاسماء الانسان. عندها يمكنه ان يفعل علم الاسماء في كل مراتب الخلقة. لانه يدركها حضورا ووجدانا ويجدها في ذاتي. وكما انتصر وتصرف فيها في ذاتها وقادرا على التصرف فيها يعني تصرف في كل تلك المراتب في عالمي. الخلقات. اذا فالفيض من الله للانسان عبر المعصومة عبر النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه الايمن صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. والجسم هنا والجسم هو الذي سيكون الانتحانة الاول لهذه الروح في سلطانها وتصرفها في عالم المادة على مستوى الذات. فتكون قادرة على تطويع هذا العالم لظهور صاحب الامر. او عدم نجاحها في هذا الانتحان. نعم. طيب. اذا توجد بعض الاسئلة الاخرى هل الصوت واضح? احسن كبارك الله فيكم نعم. طيب ان شاء الله طيب. قبل ان نختم اذا ابنائنا وبناتنا الاعزاء والعزيزات موجودين وموجودات. فلالفيض يجب ان يتصف الانسان بصفات الله. احسن سيدنا العزيز. هذا سؤال مهم جدا. ما معنى الفيض? الفيض من الله والاستفاضة من الانسان. فعل الفيض ماذا يعني فعل الفيض? الفيض يعني هذه عبارات على مستوى اللسانة نقصد بها شيء واحد وهو ان يتحل الانسان بصفاته واسماء الله عز وجل. يحقق الانسان في ذاته حقائق تلك الاسماء. يوجد الانسان في ذاته انوار تلك الاسماء. لذلك هذا الانسان يتوسر الى الله عز وجل عبر اسمائه مرتبة مرتبة. يبدأ بادنى الاسماء وهكذا شيئا فشيئا. عندما يتحقق في ذاته نور احد الاسماء ينطلق الى الاسم الذي يليه. وهذا هو المقصود بقبول ذلك الفيض. لان بكل اسم اثر وبعض الاسماء تحتاج حصول اسماء اخرى في ذات حتى يترقب عليها الاثر وهكذا. وهذا كله بناء على تلك الرواية معروفة تشبه باخلاق الله. ان الانسان في هذا العالم يسعى ان يكون خليطة لله. بمعنى يسعى ان يكون فاعلا باذن الله. ناطقا باذن الله. عالما باذن الله. قادرا باذن الله. فاعلا عالما قادرا. هذه كلها اسماء الله عز وجل. يتحلى بهالانسان باذن الله. بمعنى ان هذا الانسان يسعى بتوفيق من الله. بتيسير من الله بتسديد وتأميد من الله ان يتصف بها. من مقام النفس الى الاحسان. طبعا هاته المراتب يعني الامام رضي الله. نواصل التفصيل ما تفضلتم به من سؤال باذن الله تعالى ان شاء الله. هو الجواب بشكل عام ان المراتب اللي ذكرها الامام لعالم النفسية سبعة في مراتب ان شاء الله غدا سنشير اليها في ضمن الدرس. انا يبدأ الصوت الاني وجه مشكلة. الى ارواح الاولياء والعلماء والشهداء. نهدي جميعا ثواب الفاتحة. تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلى على محمد وآل محمد العجل. فرجعهم. تقبل الله اعمال طاعة الجميع المشكورين. جميعا سائدين المولى عز وجل التوفيق وتيسير الامور وقضاء الحوائج. وحفظ جميع الاخوات الاخوة. وغفظ الكرب عن جميع الانسانية جمعاء ان شاء الله. اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجعهم. اعطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجعهم. رحم الله من اعادها ثانية. اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجعهم. على حب فاطمة الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجع أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليك يا موضايا يا صاحب العصر والزمان والسلام عليك يا خريفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا صاطع البرهان السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته ورد في زيارة أهل ياسين العظيمة إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقول كما قال الله تعالى سلام على أهل ياسين السلام عليك يا داعي الله مولانا الحجة بن الحسن صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد زيارة آل ياسين الذي بدأناها منذ بداية هذا البرنامج في الفورتالي يعني منذ تقريبا آآ عشرة أيام أكثر وأقل شيء يعني منذ بداية مسألة الحجر الصحي في هذا البلد سائلنا المولى عز وجل أن يفرج كرب الإنسانية جمعاء ويعجل في فرج وليه طيب قلنا بإذن الله تعالى إن شاء الله البرنامج يعني المحاضرة هي حول عبارة يعني العبارة التي بدأناها أنس السلام عليك في أطراف ليلك وآناء نهارك بمعنى أننا نحاول أن نبحث كيفية الارتباط نحو العلاقة التي الموجودة بين المعصوم وبين الزمان بين صاحب العصر عز وجل الله تعالى فرجل الشريف وبين مسألة الليل والنهار لأنه كما تمت الإشارة أن زيارة آل ياسين توجد فيها فقرة أخرى تخاطب من خلالها صاحب العصر عز وجل الله